السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأعزاء في دروس في تاريخ الفكر الإسلامي حيث أننا معا سوف نوجز ونختصر الوحدة الثالثة من هذا الكتاب الأهداف التي نرجو أن نحققها بعد دراسة هذه الوحدة هي ما يلي التعريف بالمسائل الأساسية للفكر الإسلامي تقييم مدى استمرارية مسائل الفكر الإسلامي ما بين العصور الوسطى ويومنا الحالي مناقشة إمكانية إجراء تحليل للمسائل التقليدية الكلاسيكية بلغة حديثة ومفهومة تمييز المجالات والمبادئ العامة للفكر الإسلامي على وجه أفضل الكلمات المفتاحية التفكير العقلي الوجود الكون والتكون المعلومة والتعليق الحق والحقيقة المدخل الفكر الإسلامي بوجه عام هو فكر مؤيد لفتح الطريق أمام الاعتقاد الديني باتجاه الفكر العقلي وكذلك لحركة الفكر العقلي نحو الاعتقاد الديني ومن هنا فهو يحمل حركة باتجاهين اثنين الأولى من الدين إلى الفكر والثانية من الفكر إلى الدين والحركتان لم تصلا في أي من الأزمان إلى السوية المرجوة وذلك لأن كلا من الفكر والدين له عناصره الخاصة ولم يتفاعل الفكر والمعتقد الديني بالقدر الذي كان مرجوا إمكانية التفكير العقلي المقومات الثقافية الفكر الإسلامي كما هو حال جميع البناءات الفكرية في العالم تشكل أساسه المقومات الثقافية المختلفة وفي مقدمة هذه المقومات الثقافية اللغة وهي اللغة العربية في بداية الأمر ثم اللغات المتعددة التي شاع استعمالها في العالم الإسلامي في المراحل التاريخية المختلفة وباللغات بات قيام الفكر الإسلامي ممكنا وأصبحت عاملا مهما أثر في كيفية تشكله وتفرعه النصوص الدينية القرآن والسنة الوظيفة الأصلية للفكر الإسلامي هي فتح آفاق الفهم أمام المؤمنين وتفسير الحقائق وتوضيحها مع تغير الزمان والمكان وذلك بالاعتماد على القرآن الكريم وما أفاده الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وهذه الوظيفة منحت للفكر الإسلامي المشروعية والانتقادية في الوقت نفسه فالحركات الفكرية الموافقة لما جاء في القرآن والسنة نالت مشروعية في حين تعرضت تلك التي لم تكن موافقة لهما للنقد ولهذا السبب حمل تاريخ الفكر الإسلامي على الدوام مقومات المشروعية والنقدية في آن واحد الثقافات الأجنبية مع تجاوز الدين الإسلامي لحدود شبه الجزيرة العربية وامتداده على أراض واسعة من الصين شرقا إلى الأندلس غربا ظهرت مسألة وجود الثقافات الأجنبية التي توسعت وتأصلت مع الوقت فالبقاع التي وصل إليها المسلمون اجتملت على لغات ثقافية وعادات ومعتقدات وعلوم وتراكمات فلسفية مختلفة وقد أثرت بوجه نسبي في الفكر الإسلامي وطرق الإفادة والتعبير في هذا الفكر وفي هذه الحالة فمن الطبيعي أن الفكر الإسلامي في تلك القطع الممتدة من الهند إلى الأندلس قد فتح الطريق أمام تطوير أقوال وتعبيرات جديدة ومختلفة كما أنه في الوقت الذي تعمق فيه الفكر الإسلامي في الأندلس في الأعمال الفكرية المنطقية والظاهرية اكتسب الفكر الإسلامي في الهند حكم الفلسفات الهندية وروحانياتها وفي بعض الأماكن التي وجدت فيها الفلسفات اليونانية كان الفكر الإسلامي يناقش ويحلل المبادع وزيادة على ذلك اكتسب الفكر الإسلامي في إيران ثوبا أدبيا تطور الوعي العقلي أصبحت بمراحل وأقسام هي التطور الوجودي التكون التطور النظري التطور التطبيقي طوبغرافيا الفكر العقلي تحتوي على الأمور التالية المدينة الحقيقة الكون والتكون القيمة الحق والحقيقة ثم التعليق ثم اللغة وصلنا إلى نهاية تلخيصنا أشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته